أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية والروسية تخضان قتالا شرسا في منطقة الفحم والصلب في منطقة دونباس شرقية أوكرانيا وذكرت هيئة الأركان أن عدة قرى قرب بلدة أفديفكا تعرضت لهجوم بالمدفعية والدبابات اليوم ولم يتسنى التحقق بصورة مستقلة عن مزاعم كييف لكنها تزامنت مع تقارير لمدونين عسكريين روس